موسيقى نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين الشرطة البيروفية تعتقل الرئيس بيدرو كاستيلو عقب قراراً من البرلمان بعزله ونائبته تتولى مهم رئاسة الدولة بدلاً منه فوندر لاين تعلن أن الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على طائرات مسيرة وقيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة ألمانيا تكشف عن مخططة لإسقاط الدولة وتشن عملية أمنية كبيرة ضد مواطني الرائخ وتعتقل العشرات بينهم جنود ومسؤولون سابقون في البرلمان ومحامون هم يريدون منا أن نتوجه توجهاتهم أن نطبع مع إسرائيل أن نعادي الشعب الفلسطيني أن نعادي أحرار أمتنا زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي يعلن الجاهزية لأي تصعيد عسكري أو اغتصادي ويعيد التحالف السعودية بضربات كبيرة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني يدعو المتظاهرين في ذقار إلى الابتعاد عن العنف ويؤكد العمل على محاسبة المسؤولين عن اطلاق النار على المحتجين أهلا بكم أعلنت الشرطة في البرو اعتقال الرئيس بيترو كاستيلو ووصفته بالرئيس السابق في وقت أدت فيه نائبته دينا بولو وارتي اليمين الدستورية لتولي مهام رئيسة الدولة بدلا منه يأتي ذلك بعد تصويت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية على عزل الرئيس بتهمة العجز الأخلاقي متجاهلا قرار الأخير بحله قبل ساعات ووافق مئة ونائب واحد من أصل مئة وثلاثين على عزل الرئيس في جلسة بثها التليفزيون البيروفي مباشرة على الهواء عقب ذلك وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في حديثا إلى الصحفيين كاستيلو بالرئيس السابق مضيفا أن المشرعين اتخذوا إجراءات تصحية تماشيا مع القواعد الديمقراطية وفق تعبيره وكان كاستيلو قد أعلن حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد في رسالة وجهها إلى البيروفيين وبحسب وسائل إعلام بيروفية فأن كاستيلو أصدر مرسوما يقضي بإجراء انتخابات في أقصر وقت ممكن لانتخاب برلمان جديد يتمتع بسلطات تأسيسية تكون أولى مهماته وضع دستور جديد للبلاد في غضون فترة لا تزيد على تسعة أشهر من جهاتهم أعلن وزراء الاقتصاد والعمل والخارجية في البيروس واستقالاتهم من مناصبهم ردا على قرار الرئيس كاستيلو حل البرلمان فيما رأت نائبته أن القرار يفاقم الأزمة السياسية والمؤسسية في البلاد وزير الخارجية البيروفي سيزار لاندا وصف في تغريدة عبر تويتر قرار كاستيلو بالانقلاب الذاتي معلنا استقالته من منصبه ودع لاندا المجتمع الدولي للمساعدة في استعادة الديمقراطية في البيروس مشيرا إلى أن قرار الرئيس جاء من دون علمه أو دعمه وعقب صدور قرار الرئيس البيروفي نزل متظاهرون وسط العاصمة لما دعما لقراراته المتظاهرون حملوا لفتات داعمة لرئيس كاستيلو ورددوا الشعارات منددة بقرار البرلمان عزل أخير من منصبه في المقابل نظم آخرون تظاهرات تأييد لعزل كاستيلو ومعنى بيروت مديرة الميادين اسبانول وفيقة إبراهيم وفيقة مساء الخير بداية حيثيات اعتقال الرئيس كاستيلو وإلى ماذا استندوا في البرلمان إلى أي مادة في الدستور لعزل الرئيس وماذا عن القرارات التي أعلنها أيضا مثلا خير تحياتي المشكلة أن الرئيس بيدرو قاستيو قام أو اتخذ قرارات تبين أنها قرارات غير دستورية هي خطوة في الهواء نتيجة الضغط الكبير الذي تعرض له هذا الرئيس والمشكلة أيضا الكبرى أن القوات المسلحة والشرطة لم تؤيده بهذا القرار وإضافة إلى استقالة عدد من الوزراء الذين كانوا من فريقه ويعملون معه وبدأت مؤسسات الدولة مباشرة وكأنها أوركسترا بكل معنى الكلمة أن تتبادل الأدوار وتعلن عن مواقفها ضد القرار الذي اتخذه الرئيس وسرعان ما استعدوا لعينوا بموجب الدستور نائبة الرئيس رئيسة مؤقتة للبلاد طبعا هذه نائبة الرئيس كانت من حزب الرئيس كاستيو في السابق وكانت قد غادرته بالفترة الأخيرة ولكنها بقيت نائبة للرئيس يعني ليس لديها شعبية بمعنى شعبيتها أقل من شعبية كاستيو حتى داخل هذا الكونغرس اليميني عمليا وما حصل أن المدعية العامة التي تلاحق الرئيس كاستيو منذ اليوم الأول لاستلامه الحكم قامت باعتقاله شخصيا على رأس قوة عسكرية وهو الآن قيد الاحتجاز طبعا الرئيس ربما لو يعني أعطي الفرصة للشعب التروفي الآن ليختار طبعا يختار أن يعود رئيسه ولكن بما أنه تخذ قرارات غير دستورية وبالتالي ثبت أنه انتهك الدستور في هذه القرارات ما الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه القرارات؟ ما الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذه القرارات؟ هو الضغط الشديد يعني ربما موقف الرئيس المكسيكي الذي عبر عنه قبل دقائق من الآن قبل دقيقتين تقريبا قال أن سياسة المكسيك هي عدم التدخل في شؤون البلاد ولكن لابد لنا يعني رغم كل ذلك أن نقول بأن حجم الضغط الذي تعرض له الرئيس كاستيو منذ أن تولى منصبه في اليوم الأول كرئيس للبلاد يعني أدى إلى أن يقدم الرئيس كاستيو إلى خطوة في الهواء وللأسف استفاد من هذه الخطوة أخصام الرئيس في الداخل يعني هي خلق أجواء أدت إلى أن يتفذ الرئيس قرار انتحاري لحد ما أنا برأيي المتواضع والآن الأزمة مفتوحة لأن هذا الكونغرس يعني ولا أي حزب داخل هذا الكونغرس له شعبية على الأرض تمثله أسعب في مكان ومظاهرات مع الرئيس وضد الرئيس أيضا في الشوارع والأزمة في البرو في مكان وهذا الكونغرس في مكان يعني كل هذه الاحتفالية التي حصرت الآن في الكونغرس وأداء القسم لنائبة الرئيس وإلى آخره هذه في مكان ورقبة الناس ومواقف الناس والأزمة التي يعيش الشعب البرو في حاليا في مكان آخر المكسيف عرضت تقديم اللجوء السياسي للرئيس كاسيو وطالبت باحترام المؤسسات الديمقراطية لأن الأمور الآن مفتوحة على كل الاحتمالات أشكرك وفيقة إبراهيم كل الدول اللاتينية أيضا بدأت تعبر بطريقة أو بأخرى عن ضرورة احترام المؤسسات الديمقراطية والحفاظ على آليات الحوار الداخلي أشكرك مديرة الميدين اسبانول وفيقة إبراهيم على هذه المدخلة كنت معنا بيروت أعلنت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الحزم التاسع من العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا ستشمل منعها من الحصول على مسيرات فوندرلاين لفتت إلى أن العقوبات تشمل إدراجة نحو 200 فرد ومؤسسة على قائمة العقوبات وتابعت رئيسة المفاوضية أن الحزمات الجديدة التي تعتزم فرضها ضد موسكو تشمل قيودا جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة في روسيا بجانب السدف الآلة الدعائية لروسيا بوقف بث أربع قنوات أخرى موسيقى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطر الحرب النووية أخذ في الازدياد ومن الخطأ إخفاء ذلك وأشار إلى أن موسكو تركز على نحوه أساسيا على الآليات السلمية لكن على الجميع أن يفهم أن لديها سلاح ردع نوويا وأنها ستدافع عن نفسها وعن حلفائها بكل الوسائل المتاحة بوتين أشار في اجتماع مع ضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى أن روسيا لم تصب بالجنون وأن السلاح النووي عامل ردع لا تعتزم التلويح به كشفرة حلاقة ولفت إلى أن بلاده لن تبادر للاستخدام السلاح النووي إلا ردا على هجوم النووي الرئيس الروسي أكد أن الحديث عن تابعة إضافية في روسيا لا معنى له الحديث عن أي إجراءات تابعة إضافية ببساطة لا معنى له لا تحتاج الدولة ووزارة الدفاع إلى هذا الإجراء اليوم من بين 300 ألف عسكريين جرى حجدهم هناك 150 ألف فقط منهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة من بينهم 77 ألف في وحدات قتالية مباشرة بينما يؤدي الباقون مهمات قوات الدفاع الإقليمية أو يخضعون لتدريب إضافي بوتين أشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تكون طويلة الأمد مؤكدا أن بحر أزوف أصبح بحرا داخليا روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة يمكن أن تكون طويلة الأمد بالطبع وخاصة بعد ظهور مناطق جديدة وهذه النتائج مهمة وجادة لروسيا بحر أزوف أصبح بحرا داخليا للاتحاد الروسي وهذه قضايا جدية وخطرة من جهتها تأمت الولايات المتحدة رئيس بوتين بعدم المسؤولية بعد تصيحاتها عن مخاطر اللجوء إلى الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال أن أي استخفاف بالحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق وانتقد وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف توسع الناتو شرقا وحمل المسؤولية عن الخلل القائم في توازن النظام العالمي عفوا لعدم رغبة الأقلية الغربية في تقبل واقع التعددية القطبية والتخلي عن طموحاتها للهيمنة وفي مستهل مشاركته في منتدى قراءات بريما كوف قال لافروف أن الناتو بقيادة واشنطن ينقض تعهداته بعدم توسعه شرقا مشيرا إلى أن تعددية الأقطاب بحاجة إلى وقت لتثبت نفسها من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا ستكون مستعدة للسناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي متى كانت واشنطن جاهزة ريابكوف أكد أن موسكو لا ترغب بقتل علاقات دبلوماسية مع واشنطن ولا تحتاج إلى ذلك وفي شأن آخر أشار ريابكوفي لأن روسيا أرسلت مقترحات إلى البكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منطقة الأمن بشأن محطة زاباروجيا والوكالة تنظر فيها أعلنت سلطات الألمانية اعتقال شبكة يمينية متطرفة تضم 25 شخصاً خططت لإقلحام البرلمان بالقوة وإطاحة الحكومة مكتب المدعي الألماني أفاد بأن المعتقلين خططوا لإقامة حكومة عسكرية مؤقتة وأجروا محادثات مع عدد من الدول وسائل أعلام الألمانية أفادت بأن القوات الخاصة تعمل في آن واحد في 11 ولاية فيدرالية ألمانية وأشرت إلى أن المحتجزين كانوا يخططون لإطاحة الحكومة الفيدرالية وخطف وزير الصحة تطور أمني غير عتيادي شهدته ألمانيا دهم واعتقالات طالت معظم أنحاء البلاد في عملية وصفتها وسائل أعلام محلية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها ألمانيا عمليات الدهم التي تخللها اعتقال 25 شخصا استهدفت أعضاء مفترضين في حركة مواطني الرايخ رايخسبرغر الذي يشتبه في إجرائهم استعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة وفق بيان النيابة العامة وتضم هذه الحركة أفرادا من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة أما المعتقلون الذين جرى توقيف سنين منهم في النمسا وإيطاليا فيتهمون بإنشاء مجموعة إرهابية في نهاية 22 نوفمبر 2021 على أبعد تقدير كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها اللافت للانتباه بين أسماء المجموعة التي كانت تخطط لتنفيذ الانقلاب وجود مسؤولين سابقين في البونستاك مثل بيرغت ماساك وينكمن السياسية من حزب البديل من أجل ألمانيا وهي أيضا عضو سابق في البونستاك ولديها معرفة محلية بمعنى الريخستاك إضافة إلى اتهام الكثير من الجنود السابقين في الجيش الألماني البونستفير ومن بينهم رقيب وضابط فضلا عن محامين وأطباء وطيارين وغيرهم وقال مكتب المدعي الفيدرالي إن المتآمرين على حد تعبيره وضعوا خططا لحكم ألمانيا وأدركوا أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم إلا من خلال الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة وهذا يشمل تنفيذ عمليات قتل وأفادت محطة زي دي أف التلفزيونية العامة بأن عضوا يمينيا متطرفا سابقا في مجلس النواب الألماني البونستاك مشارك في المؤامرة وكان يجري إعداده ليكون وزيرا للعدل في المجموعة التي يتزعمها الأمير هنريتش رويس وهو الأمير الذي يدعي الانتماء إلى السلالة الملكية التي حكمت ألمانيا حتى إلغاء النظام الملكي عام 1918 أعلن زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الجائزية لأي تصعيد عسكري أو اقتصادي ووعد العدوة بضربات كبيرة وذات فعالية إن اتخذ خطوة غير مدروسة مستقبلا إذا اتجهت الأمور من جديد إلى التصعيد نتيجة لتصعيدهم على المستوى الاقتصادي أو العسكري أيننا معنيون أن نستعين بالله سبحانه وتعالى كما كنا في كل هذه المراحل وكما كانت نتيجة ذلك في كل المراحل الماضية فكنا في موقفنا إلى قوة أكبر وإلى فاعلية أكثر وكانت بتوفيق الله ومعونته ونصره الضربات أكبر فأكبر لهم الحوثي أكد أن التحالف السعودية يريد من الشعب اليمني وأنصار الله أن يستعديا فلسطين وإيران لأن واشنطن وتل أبيب ترغبان منهما في ذلك هم يريدون منا أن نتوجه توجهاتهم أن نطبع مع إسرائيل أن نعادي الشعب الفلسطيني أن نعادي أحرار أمتنا أن نعادي الجمهورية الإسلامية في إيران لغير أي سبب لا حاربتنا ولا اعتدت علينا ولا فعلت بنا أي شيء بل أعلنت موقفا متميزا عن كل الدول في التضامن مع شعبنا في مناصرة شعبنا هكذا أن نعادي لأنهم يكرهون إيران لأن إسرائيل وأمريكا تريد منهم ذلك الحوثي أكد أن الفرز الحاصل في الأمة العربية يبين من يشترك مع أمريكا وإسرائيل في عضوانها ضد فلسطين الفرز في داخل أمتنا على المستوى العربي والإسلام عموما هو فرز في هذه المرحلة بالذات على نحو غير مسبوك تجلى وبكل وضوح من يوالي أمريكا وإسرائيل من يتجه تحت عنوان التطبيع مع إسرائيل من يشترك مع أعداء الأمة في توجهاتهم في مواقفهم ينضم إلى صفهم وهم في حالة حرب مستمرة على الأمة حتى في هذه الأيام والدم الفلسطيني يسيل كل يوم دول العربية تستقبل زعيم الصهاينة وتحتفي به وتستضيفه وتؤكد على الشراكة والعلاقة الحميمية مع العدو الإسرائيلي في هذه الأيام والدم الفلسطيني يسيل في كل يوم قالت وسائل أعلام إسرائيلية أن قراصنة إيرانيين هاجموا شركات إسرائيلية بواسطة برمجيات جديدة لتدمير المعلومات وأشرت وسائل الأعلام لأن المجموعة الإيرانية هاجمت لثلاث ساعات أهدافا إسرائيلية عديدة بما فيها الشركات مستغلة إحدى البرمجيات الإسرائيلية مضيفة أن هذه المجموعة المسمات أغريوس سبق لها أن هاجمت شركة شاربيت وجامعة بار إيلان الإسرائيليتين نعت كتائب شهداء لقصة شهيد المطارد مجاهد محمود النجار واحد وثلاثون عاما وهو أحد قادة كتائبها في بلدة سلوات شرق رامالله الذي ارتقى متأثرا برصاص الاحتلال الإسرائيلي النجار الذي قضى من عمره أحد عشر عاما في سجون الاحتلال ارتقى متأثرا برصاص قواته بعد تنفيذ عملية اطلاق نار اتجاهها قرب بلدة سلوات اعتداءاته مكثفة شنتها قوات الاحتلال في الساعات الماضية على الكثير من البلدات والمدن في الضفة والقدس المحتلتين في الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم ورامالله والخليل ونابلوس حيث شنت حملة اعتقالات ولسيما في الاحياء المحيطة بالبلدة القديمة لنابلوس والجزء الغربي منها وقد تصدى المقاومون لها وذلك قبل ان تنسحب منها لاحقا وكانت المقاومة قد تصدت لهذه القوات التي اقتحمت نابلوس بدعم من عدد كبير من الاليات والمركبات العسكرية التي دهمت البلدة القديمة من محاور عديدة قبل ان تحاصر منزلا في حارة الياسمينة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة هذا فيما منعت قوات الاحتلال التواقم الطبية من الوصول لمعالجة المصابين داخل البلدة القديمة قوات الخاصة فاتت هون جابوا هذول كراتين وحطوا فيها الاواعي قعدوا هون طالوا الاواعي حطوا السلاح هون وحطوا اشارات ان هون قوات خاصة وملا شو يطخوا مرأ واحد من هون من الخبل ولو ان بوابة البيت كانوا يطخوا حامل خبز قبل شيء مرأ وحكي تفهمت علي ومن هون كترة الجيش هون هذول القوات خاصة لما بينزلوا على مهمة بيجي الجيش بحطوا الكسكات عراسهم الطوائل الخصوصي فتمت الجيش هون في ملف الاسرة علن مكتب اعلام الاسرة الفلسطينيين تدهور الحالة الصحية للاسير ناصر ابو حميد اذ طرأ تدهور خطير جدا على حالة لاسير المريض بمرض السرطان متسببا باتلاف كاملا في الرئة اليسرى وبالتالي افقدها القدرة على اداء وظائفها كذلك تدهور صحة احد اقدم الاسرة الفلسطينيين وليد الدقة ستون عاما من بلدة باقة في الاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين حيث نقل من سجن عسقلان الى احدى المستشفيات الاسرائيلية وتبينت اصابته بسرطان الدم زوجة الاسير الدقة سناء سلامي اشرت على موقعها في فيسبوك الى ان زوجها يعاني من المرض والاهمال الطبي حيث نقل اخيرا الى احد المستشفيات وقالت ان الفحوص اظهرت اليوم اصابة ابو ميلاد بمرض لوكيميا اي ال ام سرطان الدم وان العلاج الكيميائي سيبدأ فورا اكدت الحركة الوطنية الاسيرة اصابة الاسير وليد دقة بسرطان الدم بعد مرور سبعة وثلاثين عاما على اعتقاله في سجون الاحتلال الاسرائيلي البيان حمل ادارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مسير دقة وعن الحالة الصحية التي وصل اليها وعن مصير مئات الاسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين يواجهون خطر جريمة الاهماال الطبي وشددت الحركة الوطنية على انه برغم الالم فان الاسرى اكثر عزما وتصميما على مواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال اكد رئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان اعداء ايران مخطئون في سعيهم لجعلها مثل سوريا وافغانستان وفي كلمة القاها في جامعة طهران لمناسبة يوم الطالب الجامعي لفت رئيسي لان الامريكيين يسعون لتدمير ايران القوية واستبدالها بايران الضعيفة الصوت الحقيقي هو صوت الطلاب الذين يتصدون للاستكبار ويتصدون لامريكا الاعداء يحاولون الاخلال بعمل الجامعات الايرانية لأعقة تغضمنا وتطورنا الامريكيون يسعون لتدمير ايران القوية واستبدالها بايران الضعيفة يريدون ان تصبح ايران مثل سوريا وافغانستان لكنهم اخطأوا في حساباتهم المتقفون من الرجال والنساء الايرانيين لن يسمح بمثل هذا الامر رئيسي قال ان الحوار في الجامعات مفيد جدا في حل القضايا وان نرحب بسمع اراء المخالفين لافتا لأن لظام الولايات المتحدة الامريكية هو اكثر الانظمة استبدادا في العالم اليوم يجب ان نصغي اليكم والحكومة ترى ان الحوار في الجامعات مفيد جدا في حل القضايا وترحب بسمع اراء المخالفين لها لكن هل يمكن لمن يهدد شعبنا ويفرض عليه العقوبات ان يتحدث عن الحياة هل يمكن ان يمنحنا الاخرون الحياة هم يسلبون لنا حياتنا اطفالنا المرضى يوعانون بسبب الامريكية لماذا تكذبون وكأن الشعب الايراني لا يعرفكم هل منحتم الحياة لاطفال افغانستان ام خلفتم 35000 طفل معاقن هناك نظام الولايات المتحدة الامريكية لم تنجح الدعوات لمحاولة تعطيل اقتصاد البلاد التي اطلقتها الجماعات المعادية لايران عبر رفع شعار الاضراب الشامل ولم تلق الدعوات الى الاضراب في طهران حيث الثقل التجاري والاقتصادي اذانا صاغي او مصغية وكذلك في غيرها من المدن والمحافظات تقرير مالك عابدة بعد ايام من التحسيد ودعوة الجماعات المعادية لدولة الايرانية الى اضراب شامل في انحاء ايران كافة تبدو الحياة طبيعية في شوارع طهران فما هي الاسباب التي تزفع الناس الى عدم الاسغاء الى دعوات الاضراب الدعوات الى الاضراب واغلاق المحال لن تجدي نفعا من دعا اليها يعتقد انه بذلك يضغط على الدولة الا انه مخطئ الدعوة الى الاضراب ليست في صالح احد لهذا لم ولن نستجيب لأولئك الذين يسكنون خارج البلاد ولا يهمهم امرنا ولا احوالنا الاقتصادية نحن حرصون على استقرار بلدنا ولن تخدعنا الشعارة ابدا عدم قدرة جماعات المناوئة للنظام على استمالة السواد الاعظم من التجار واصحاب المحال دفعها الى التهديد والوعيد وفي بعض الاحيان الى وضع صمغ لاسق في اقفال محالهم كي لا تفتح للأسف قام اشخاص مجهولون ليلا بتخريب اقفال المحال ووضع مادة لاسقة داخلها لاجبار التجار على اغلاق محالهم محاولة شل اقتصاد البلاد عبر ايقاف حركة الانتاج والاسواق يراها مراقبون جزء لا ينفصل عن حرب العقوبات الاقتصادية محاولة لاجبارها على التفاوض معهم وفق شروط هم يملونها مالك عابد الطهران الميادين قالت القيادة المركزية للقوات الامريكية ان زورقا حربيا تبعا لحرس الثورة في ايران اقترب لمسافة خطيرة من صفن البحرية الامريكية في مضيق هرموز وذكرت القيادة الامريكية في بيان لها ان الحادث وقع ثناء بوري السفينة يو اس اس لويس بولر والمدمرة يو اس اس ذا سوليفانس مشيرة الى انه بعد اصدار الاشارات الصوتية تابعت السفن الامريكية حركتها فاصل نعود اهلا اهلا من جديد على رئيس الوزراء الراقي محمد الشيء السوداني المتظاهرين في محافظة ذيقار جنوب البلاد الى الابتعاد على العنف مؤكدا ان العمل على محاسبة المسؤولين عن اطلاق النار على المحتجين هذا وترأس السوداني اجتماعا للمجلس الوزري للامن الوطني حيث قرر المجلس ارسال لجنة امنية عليا الى محافظة ذيقار للتحقيق في الاحداث التي تسببت في سقوط ضحايا مشددا على ضرورة الحفاظ على ارواح المتظاهرين السلميين ومنع اي جهة من تسيس التظاهرات او استغلالها لاغراض شخصية وكانت قد اندلعت صدامات بين قوات الجيش العراقي ومحتاجين في تقاطع البهو وسط النصرية مركز ذيقار فيما احترقت سيارة عسكرية بعدما اقدم محتجون على اضرام النار فيها وقد افيد عن مقتل شخصين خلال المحاولة تفريق التجمعات في تقاطع البهو كما اصيب خمسة عناصر من القوات الامنية ومعنا من بغداد مدير مكتب الميدين عبدالله بدران عبدالله اذا دعوات للهدوء من قبل رئيس الوزراء العراقي هل امور فعلا تشيء الى يعني نحو التهدئة وما حصيلت ما جرى يوم امس والاجراءات المتخذة لامتصاص كل الاثار السلبية واجاد حلول ايجابية تم ايهم طبعا اكتورات هي ابتدأت بعد ان قرر محتجون في محافظة بيقار ان يتواجدون في تقاطع البهو في الناصرية مركز المحافظة احتجاجا على قرار قضائي بحبس احد الناشطين وهو حيدا الزيدي لمدة ثلاث سنوات بتهمة السب والقذف التي طالت عددا من الرموز الدينية ومن القيادات العسكرية الميدانية من الشهداء كان هناك تجمعا في تقاطع البهو وتم استعبئة لهذه التجمعات من قبل التنسيقيات ومن قبل بعض الناشطين وهذه دعوات كانت في وسائل التواصل الاجتماعي قوات الجيش العراقي بحق المسؤولين العسكرية والامنية الملقاة على عاتقها في هذه المنطقة هي من تولد مسؤولين التعامل مع المتظاهرين طبعا كانت هناك محاولات لغلق الطرقات وإحراق قريطارات من قبل المحتجين الأمن العراقي خلال محاولات التفريق تخدم الرصاص الحي في الهواء من أجل فضي هذه الاحتجاجات ومن أجل إجبار المحتجين على الانسحاب طبعا تطور هذا الاحتجاج إلى احتكاك مباشر أدى لإضراء النار في سيارة عسكرية من نوع هامر تتبع الجيش العراقي وطالت النيران منتسبين في القوات المسلحة طبعا مع تزايد الاحتكاك وتفاقم الوضع وعدم السيطرة عليه وتفلت الأمور سقط بحيتان جراء أطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الجيش العراقي وعلم وعلم المحافظة كانت قد شهدت في الأيام القليلة الماضية بيانا من ذوي شهداء التظاهرات كانوا قد أكدوا بضرورة بقاء الأمور المستقرة في محافظة السيد بيقار ومركزها في الناصرية تحديدا هذه التطورات استدعت أن تكون على جلو الأعمال المجلس الوزاري بأمر وطني العراقي وطبعا كان فيها تأكيد على حرية التظاهر والإحتجاج ودات الوقت ترورة التزام بالتراحيين بالسلمية مع التأكيد على إرسال مجلس أمنية عليا إلى محافظة بيقار للوقوف على أسباب الحادث الذي أدى لسقوط قسيمين من قبل المحتجين والوضع حاليا كيف يبدو في النصر في النصر الآن المحافظ بلغ دولة الدولة بعطلة رسمية اليوم غد حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا مع وصول لجنة الأمنية الوضع مسيطر عليهم من قبل قوات الأمن العراقية بخلاف ما أشيع عن وجود حضر مستجوال في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لكن هناك بعض التنسيقيات تدعو لأن تكون هناك مظاهرات مشابهة في محافظات تنوبية كالديوانية مثلا التي تجاور الناصرية هناك أيضا لا يمكن إخفال الجانب السياسي والاستثمار في المشهد السياسي بعض القوى والأحراب والفعاليات وجدت نفسها مقصية بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة محمد الشياء السوداني لجهة تبديل بعض المواقع الإدارية والسيطرة على عدد من شبكات وسط بالدولة العميقة والحيئات الاقتصادية المسيطرة على عدد من المواقع في دواء الدولة العراقية وبالتالي هناك استثمار وعملية تعبئة في مواقع التواصل الاجتماعي لإعادة تثوير المشهد من جديد لكن عموما الآن وضع مستقل يتوقع أن يكون لهذه النجم الأمنية دور في إعلان ما تتوصل إليه من تحقيقات والوقوف على أسباب هذه التواصلات وكيف انزلقت الأمور إلى هذا المستوى كذلك هناك دعوة القوات الأمنية العراقية وعلى رسل الجيش بعد الاستخدام الرصاص الحي في عملية فضي الاحتجازات أو التظاهرات أشكرك عبدالله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد نعت هيئة الحجر الشعبي في العراق أحد مقاتليها الذي ارتقى إثر انفجار عبوة الناسفة أثناء أداء الواجب في جزيرة العيث شرق محافظة صلاح الدين إضافة إلى جرح أحد أعضائها الهيئة تؤكدت في بيانها أن العمليات الارهابية الغادرة لفلول داعش الارهابي لن تنال من عزيمة مقاتليها مشددة على انهاء أي تهديد ارهابي في أي شبر من العراق اجتماع ثلاثي انضم وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمان يهدف الاجتماع إلى تعزيز سبل التعاون وزيادة أليات التنصيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية لنا شاهين بحث سبل التعاون والتنصيق والتكامل الاستراتيجي في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق ملفات جمعت وزراء خارجية الدول الثلاث إضافة إلى التشاور لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية اجتماعنا اليوم يأتي للتأكيد على وقوف جمهورية نصر العربية الشقيقة والمملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن منطقاتنا وضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي كما تعلمون العراق الشقيق حقق نصرا تاريخيا كبيرا على العصابات الداعشية في الماضي وبدأ عملية إعادة البناء والإعمار التعاون ضرورة حتمية من وجهة نظر الوزراء الثلاثة ولسيما في ضوء الأزمات السياسية الدولية والإقليمية والتحديات الاقتصادية الدول الثلاثة تواجه تحديات عديدة مرتبطة بالجو المناخ الجيوسياسي القائم الضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية وأمن الغذائي وأمن الطاقة وما يفرضه من تحدي نستند إليها للعمل المشترك في مجالات مختلفة سواء المجال الاقتصادي أو التنسيق السياسي والعمل المشترك في المجال الدولي وتم في هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع وليل علاقة بخاصة المشاريع الاقتصادية آلية التعاون الثلاثي تشمل العديد من القطاعات من التجارة والصناعة إلى الاقتصاد والنقل البري ووصولا إلى الطاقة والربط كهربائي لقاء اليوم ليس الأول بين الدول الثلاث ولن يكون الأخير فاجتماعات مقبلة يجري تنسيقها بدءا بمؤتمر بغداد والذي سيعقد خلال الشهر الحالي استعدادا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر العام المقبلة والتي ستكون على مستوى القادة لان شهين عمان آلية دين أعلنت السلطات التركية تعرض رئيس حزبي يانيليكا التعاون التركي المعارض أستورك يلماز لهجوم بسكين في مقر حزبي في العاصمة أنقرة وأفدت وسائل أعلام تركية بأنه تم نقله يلماز إلى المستشفى ولم تكشف وسائل الأعلام عن خطورة الإصابة أو عن منفذ الهجوم هذا ونشر مدونون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الحزب التركي المعارض وهو ممدد أرضا إثر عملية الطعن في سوريا قصفت القوات التركية أكثر من 130 بلدة في مناطق مختلفة من رفي حلبة وريفي الحسكة والرقة شمال شرق البلاد ومن جهاتها أكدت قوات سوريا الديمقراطية قصد في تصريح نشرته لقائد أحد تشكيلاتها أن قواتها ردت على نحو فوريا على الهجمات التركية مؤكدة استعدادها لمواجهة أي تواغل محتمل للجيش التركي في المناطق التي تسيطر عليها شمال البلاد ونبقى في سوريا حيث صارد المبعوث الأممي جير بيدرسن مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عددا من المواضيع أبرزها مبادرته المسمات خطوة مقابل خطوة بيدرسن قال أن سوريا تحتاج إلى السلام وإلى عملية سياسية وأكد أن الأمم المتحدة تتطلع إلى البحث المعمق مع الحكومة السورية والشركاء الآخرين تحتاج سوريا إلى السلام وعملية سياسية تطرقنا اليوم في المحادثات إلى الكثير من القضايا بشأن قرار مجلس الأمن 2254 والتحديات الاقتصادية التي تعيشها سوريا كما قلت مرارا إن الكثير من السوريين يعيشون في الفقر وهناك 15 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نحتاج إلى طرح قضية اللاجئين والمهجرين داخليا أيضا وتحدثنا اليوم عن المعتقلين والمفقودين وهناك قضايا كثيرة بحاجة إلى معالجة ونتطلع إلى البحث معمق مع الحكومة والشركاء الآخرين في ظل انتقادات المعارضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وما تصفه بسياسة التفرد بالسلطة تزداد المخاوف في تونس من تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في السحقاق السابع عشر من كانون الأول ديسمبر وتأثير ذلك في الصدقية العملية الانتخابية وشرعيتها عماد اشتارة انتصفت الحملة من دون ان تكشف بعده عن حراك سياسي لافت في الشارعي وبدت المخاوف جدية لدى المراقبين من احتمال مقاطعة اغلبية تونسيين لصناديق الاقتراع ما قد يؤدي إلى تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في استحقاق السابع عشر من كانون الأول ديسمبر في ظل مناخ استقطاب سياسي حاد ووضع اقتصادي ومعيشي صعب دعونا لمقاطعة هذه الانتخابات مشاركة وتسكية وترشحة وبالتالي بالنسبة لنحن الواضح انه دعوتنا هي لكل المواطنين تونسيين لعدم الانخراط في هذا المسار لانه هذا المسار غير دستوري لجال انه انتخابات غير دستورية يعني القانون الانتخابي غير دستوري وايضا لانه غير مجدية للانتقال الديمقاطي على التواصل المباشر وحث الناخبين على التصويت يعويل الاطراف المشاركون في الاستحقاق الانتخابي ولقلب الطاولة كما يقولون على احزاب يحملونها مسئولية تعطيل الحياة السياسية وقطار التنمية من خلال تغليب مصالحها واجنداتها الضيقة على مصالح البلاد العليا اليوم الختامي اليوم الحسم اللي هم باش يفرق وباش يفرز بين من يريدون الرجوع بتونس الى الوراء وبالتالي الى هلاك تونس والى خراب تونس والى دمر تونس وبين من يريدون الذهاب بتونس الى الامام والى البناء والى الاسلاح وكذلك الى مصلحة تونس العليا الى سياسة التصعيد ورفع الصوت تتجه الاحزاب المعارضة للمصار الانتخابي من خلال الدعوات الى التظاهر في الشارعي رفضا لمصار يصفونه بالخارج عن الدستور والشرعية بين الدعوات الى رفض المصار ومقاطعة الصناديق والمرهنة في المقابل على المشاركة بكثافة لحسم النزاع تعيش تونس على وقع صراع بين منظومتي حكم الاولى قديمة ترفض الاقصاء والاخرى جديدة رسمت خارطة طريقها وشرفت على الانتهاء من تنفيذها عيما تشترى تونس الميادين في مقابلة مع الميادين قال الرئيس حزب الاتلاف الوطني التونسي ناجي جلول ان الرئيس قيس سعيد جرى المعارضة الى ميدانه في النقاشات الدستورية جلول اكد ان حكم سعيد يعود لاستنساخ كل ما قام عليه حكم النهضة الفساد لا يحاربوا على شكية زرود تعرف زرود هذا الممثل الفساد يحاربوا بتغيير التنظيمات بتغيير التشريعات ومدخل الفسادة الاساس في تونس هي نظام الرخص يا سيدي انت رئيس جمهورية ولك كل صلحيات ولك الصلحيات تشبه صلحيات جنكي سخار يعني المشكلة تتعلق بامضاء بانهاء عهد رخص وينتهي المدخل الرئيسي المدخل الرئيسي الفساد هو الاقتصاد الريعي والرخص جلول شدد على ان زمن الحياد الاجابي انتهى لافتا لانه لا توجد منطقة محصنة من التأثيرات الخارجية اليوم انتهى العصر الحياد الاجابي اليوم اما ان تكون في معسكر لبريكس وروسيا والصين او تكون في معسكر الغرب زمن الحياد الاجابي انتهى لم يعد ممكن انقلت حد جد عدنا تقريبا فترة التكولات الكبرى التي صاحبت مؤتمر ريالتا بعد 45 يا سيدتي صندوق النقد الدولي هذا دمرنا واليوم نحن نستجدي نستجدي قرض من صندوق النقد الدولي لخلاص ديون البنوك الاوروبية انتقد وزير الدفاع في حكومة تصريف العمل اللبنانية موريس اسليم اجتماع الحكومة الاخير لمناقشة ملفات طارئة وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج مقابلة مع رأى اسليم ان ما حدث بعيد عن الاصول الدستورية اساس في العمل السياسي ان نعود دائما للدستور ما حصل هو بعيد بطريقة ما عن الاصول الدستورية التي تفرض ايقاع عمل حكومة تصريف الاعمال في ظل الظروف التي نمر بها اي شغور موقع رئيس الجمهورية في هذه الحالة يتحول الوزراء جميعا بكامل عديدهم الى تمثيل موقع رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقرارات الوزرية والمرسيم التي ينبغي ان تصدر عن هذه القرارات اسليم قال ان الظروف والواقع لم يمكنت دولة لبنانية من تجهيز الجيش اللبناني مؤكدا ضرورة ان يمتلك الجيش اسلحة متطورة هذا موضوع اكيد نقاشه لا يمكن ان يكون الا ضمن دوائر محددة ثانيا للدول استراتيجياتها ثالثا مثل ما قلت انا الدولة دايما لازم يكون قدراتها الذاتية هي اكتر اللي بتأهلها شو نوع الاسلحة اللي بتقدر تستعملها وطموحنا ان يكون جيشنا لديه الاسلحة التي تضاهي اكتر الجيوش تقدما في العالم هذا ما نتطلع اليه اما الظروف والواقع ما مكنت بعد الدولة اللبنانية ان تستطيع ان تجهز جيشها بهذا المستوى تذكيرا بالعنوين الشرطة بيروفية تعتقل الرئيس بيدرو كاسيلو عقب قرار من البرلمان بعزله ونائبته تتولى مهم رئاسة الدولة بدلا منها فوندر لاين تعلن ان الحزم التاسع من العقوبات ضد روسيا ستشمل منعها من الحصول على طائرات مسيرة وقيود جديدة على الاستثمارات في مجالي التعدين والطاقة المانيا تكشف عن مخطط لاسقاط الدولة وتشن عملية نمية كبيرة ضد مواطني الرائخ وتعتقل العشرات بينهم جنود ومسؤولون سابقون في البرلمان ومحامون هم يريدون مننا ان نتوجه توجهاتهم ان نطبع مع اسرائيل ان نعادي الشعب الفلسطيني ان نعادي احرار امتنا زعيم حركة انصار الله عبد الملك الحوثي يعلن الجاهزية لاي تصعيدا عسكريا واقتصادي ويعيد التحالف السعودية بضربات كبيرة رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني يدعو المتظاهرين في ذيقار للابتعاد عن العنف ويؤكد العمل على محاسبة المسؤولين عن اطلاق النار على المحتجين باللغات العربية والانجليزية والاسبانية المايدين دوت نت موقع على الانترنت موجز اخباري على رأس الساعة